اشتركوا في القناة من الناحية الدينية هل العسيان المدني ده مقبول او مرفوض انا عارف حاجات كتير جدا عنه ما كناش نعرفها بس الاول هنصبح على اشرف وصباح الخير يا صار صباح الخير وصباح الخير كمان على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة هنكون موجودين معاكم الحادث 11 بالتأكيد هيكون معانا فقرات هيبقى فيها الضيوف علشان نعرف اجابات لأسئلة كتيرة جدا هنسألها النهاردة للضيوفنا هيكون منورنا في ستوديو نهارك سعيد النهاردة هنكون موجودين معاكم انا واشرف وامان النهاردة واشرف بقى هيبدأ معانا اول فقرات صباح الخير صارة صباح الخير ايمان صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل زي ما قالت ايمان بكرة اليوم اللي احنا بنحتفل بيه بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه عن حكم مصر بعد استمرار 30 سنة في هذا اليوم كثير من السياسيين كثير من اه الاحزاب عايزين يعملوا اعتصام او اه اه اللي قال عنها العصيان المدني اه اه كثير من الاحزاب برضو منها الاخوان والسلفيين والوفد وعدة احزاب تانية اخرى عندها رأي اخر يا جماعة احنا مش نقصين مصر ما تقدرش تستحمل كمان عصيان مدني اه مصر ما تستحملش ان احنا نقلل من العمل والانجاز المفروض ان احنا اه محتاجين ان احنا اه نعمل انجاز لبلدنا مش نوقف اه حركة العمل ولو انا عايزة قطعك اشرف فاقول انه ولو في عصيان مدني احنا طول الوقت تقريبا بالوقتي عايشين في مظاهرات وعايشين في اعتصامات فلو هو بكرة اليوم المحدد للعصيان المدني هيكون افضل والاحسن للكل انه يكون عصيان سلمي وما فيش تدخل من الشرطة يكون عنيف عشان اليوم يعدي على خير عشان ما يحصلش مساجئ مشاكل وتدعيات يحصل بعدها الاكتر والامور تتصاعد اكتر واحد بس في حاجة لطيفة قوي مع العصيان المدني في التلاف 19 مارس للاغلبية استمت على الفيسبوك نزل ايه بقى انه هو بيقول شغلني مكانك اللي هو هيعمل عتصام مدني بكرة انه هو بيقول لاصحاب المصانع والشركات اي حد هيعمل عتصام مدني فيه ناس كتير جدا محتاجة شغل فهو هيوقف يعني الخط الانتاج وان دولة يعني يبقى فيها استمرار بكرة في حل العمل انت ممكن تشيله وتحط ناس كتير جدا محتاجة ان هي تشتغل فده برضو كانت حاجة الاعلام هو هدفه الاساسي هو اعلام الجمهور ان انت نعلمك ان فيه عصيان ولكن احنا ولا الاتجاه ده ولا الاتجاه ده احنا في الاول وفي الاخر بنحاول نبقى سلطة رابعة على فكرة في ان احنا مراقبة اه 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 اللي بيحصل اه اه والمسؤولين اه ده على فكرة في الدستور المصري وفي نفس الوقت احنا بنعلم حضراتكم بغض النظر احنا ولا مع الاتجاه ده ولا مع الاتجاه ده انما احنا من قلبنا بنقول ان احنا مع مصلحة مصر فين اه عندنا فقرات كتيرة النهاردة مع الدكتور السيد احمد نجم الدكتور تفسير وعلوم القرآن بالازهر الشريف هنتكلم عن موضوع اه العصيان المدني وعندنا الاستاذ اشرف طارق سعيد مدير تحريك جريدة القنامة هنبتدي معاه في فقرة الصحافة عندنا ايه تاني يا سارة اه هيكون معينا كمان فقرة بقى الاستاذ اشرف مغوري هو مدير امن جامعة القاهرة هنتكلم معاه نهاردة عن امن الجامعة اه الفترة اللي جاية بيقال انهم عايزين امن الجامعة يكون امن مدني هو اولي اه صارة احنا اولي بقالنا من بعد صورة 25 يناير احنا الامن دلوقتي في الجامعة امن مدني كان زمان امن الشرطة احنا محتاجين في الفقرة دي ان احنا نسأل الستاذ احمد فودة صاحب اه لا انا ااسف الاستاذ اشرف مغوري مدير امن جامعة القاهرة عاίζين نسأله اخبار الفرق ايه ما بين الامن الشرطة اللي في الجامعة كان زمان ودلوقتي الامن المدني عندنا ايه تانية دين ا انا 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 اصرف تعاليكم معنا كمان مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري الجديد وعبد الحميد محمد نائب رئيس نموذج الدستور المصري الجديد ده هيتكلموا عن نموذج الدستور المصري دول خارجين آآ قلية اقتصاد وعلوم سياسية عملوا نموذج للدستور اللي يعني بتصور بتصور جديد فهنشوف في الدستور الجديد. حلو ان الشباب يقول اقترحاته في الدستور وخصوصا ان احنا خلاص مجلس شورى ومجلس شعب والمفروض داخلينا على لجنة المية اللي هيعملوا الدستور. حلو ان الشباب يشارك برأيه. يقدم اقترحات اه. هو ده اللي مفروض يحصل قطعا بعد التطورة. طيب آآ خلينا كده نبدأ يومنا النهاردة اللي عايز يعمل قهوة اللي هيعملها بصرف الفاصل عشان يتفرج عليه النهاردة من تسعة الى احداشر هنبدأ اول فقراتنا فقرة الصحافة مع عشر.